موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين في حوار الساعة اتفق الطرفان ايران ومجموعة الخمسة وواحد على عقد مباحثات على مستوى الخبراء في منتصف شهر اذار مارس على ان تعقد جولة جديدة من المباحثات في ابريل نيسان المقبل سعيد جليل رئيس مجلس الامن القومي الايراني قال ان الغرب بات اكثر واقعية في تعاطيه مع ايران وانه يقترب من وجهة النظر الايرانية للحل تخفيف العقوبات المفروضة على ايران مقابل ايقاف ايران نسبة التخصيب الى درجة العشرين بالمئة هي الصيغة التي تبدو قد وصل اليها الطرفان هذا من حيث المبدأ وليس معلن هذا التطور يعطي مؤشرا واضحا للمراقبين ان جولة كازاخستان قد احدثت اختراقا على عكس العديد من الجولات التي عقدت بين الطرفين في موسكو وبغداد وجينيف والصنبول فهل سيكون هذا التطور بداية قطار الحل السياسي للملف النووي الايراني وللعلاقة المتأزمة بين ايران والغرب هل هذا هو سقف الاخير الذي يمكن ان تقبل به طهران وهل سيؤدي هذا التطور الى رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها هل سيقبل الغرب بايران كنووية وذلك كامر واقع وما تأثير اي اتفاق ايراني غربي على مشكلات المنطقة مشاهدين هذه الاسئلة وغيرها اضرحها على ضيوفي معي هنا في الاستوديو الاستاذ محسن صالح الباحث في الشؤون الاقليمية والاستاذ ميشيل نوفل المحلل السياسي وينضم الي من طهران الاستاذ محمد صادق الحسيني المحلل السياسي وسيكون معنا في وقت لاحق من هذا الحوار سيد ديفيد بولوك الدبلوماسي الامريكي السابق سينضم الينا من واشنطن ابدأ معك استاذ محسن من تطور اليوم الاربعاء مع نهاية الجولة الثانية جولتين الثلاثاء والاربعاء في كازاخستان هل هناك انطباع لديك بان شيئا ما حدث مختلف عن كل الجولات السابقة التي حدثت بين الطرفين بسم الله الرحمن الرحيم لا شك انه من خلال التصريحات التي نشرت في الاعلام يبدو ان هناك بعض المحادثات التي جرت في كازاخستان بعض الايجابية والطرفان خلينا نقول الخمسة زائد واحد والجمهورية الاسلامية صار في تصريحات من قبل المسؤولين في هذه المحادثات عن ان يعني ترتيبا ما او انجازا ما قد تم التوصل اليها على الاقل بشكل ضمني للان وانا باعتقادي يعني لحتى فقط نفتح باب الحوار هو انه هذا الموضوع له شقان الشق السياسي والشق التقني الشق السياسي هو الذي ادى الى تعجيل الوصول الى نوع من فهم ماذا تريد الجمهورية الاسلامية من سأل التخصيب اليورانيو على ان يعني الخمسة زائد واحد كانوا قد فهموا هذا الامر وحاولوا ان يعني state of denial يعني نكران الواقع من انه ليس لاران الحق في التخصيب بعد ان استسلموا لهذا الموضوع والجمهورية الاسلامية استطاعت ان تخترق الى الوصول لحد العشرين بالمئة من التخصيب مع انه كانت هي قد طلبت من وكالة الطاقة ان تزود هذه الدول المتقدمة الجمهورية الاسلامية لحد توصيفك استاذ محسن بان هناك تنازل ما جرى من قبل الغرب التنازل ما جرى من قبل الغرب ويجب ان يعترف ان الجمهورية الاسلامية الموقعة على كل بروتوكول واتفاقات لوكالة الطاقة الذرية ولديها هذه الثروات من اليورانيوم لها حق بتخصيب اليورانيوم بالشكل الذي يخدم الاغراض الصناعية والمدنية داخل الجمهورية الاسلامية واذعق لكل الدول لا تستطيع هذه الدول ان تمنع اي دولة موقعة بينما يعني نرى ان الغرب يسكت مثلا عن القنابل النووية الاسرائيلية او الهندية او حتى الباكستانية او غيرها ولكنه في موضوع الجمهورية الاسلامية يقف حائلا ويهدد بعقوبات الان هذا ربما استاذ مقسم متعلق بسياسة بالضبط بسياسة ايران في منطقة الشرق الاوسط في الخليج في مناطق هذا الشق التقني باعتقادي هو الذي خضع للمفاوضات بينما العين والنية على المسائل السياسية بعد ان ضعف الغرب في تعامل مع القضايا السياسية من موضوع العراق لافغانستان لموضوع لبنان موضوع القضية الفلسطينية الصحوي العربي والاسلامي هل لا يمكن في خلاف هون بين المحللين حول مدى قدرة هذه الصحوات على تحقيق انجازات فعلية على صعيد الواقع السياسي ولكن وايضا الموضوع في سوريا موضوع في سوريا باعتقادي عجلت هذه الامور في محاولة الوصول الى فهم واقع ماذا تريد ايران بالاول كانوا نكرين ماذا تريد ايران وماذا يريدهم الان فهموا الامر استاذ ميشيل نوف الربط السياسي بالتقني الذي ربطه الاستاذ محسن صالح بان هناك نوع من التشابك السياسي او نوع من التقدم السياسي في المواقف ادى الى ان الايران قد فهم او الغرب قد فهم ماذا تريد ايران وهو ما احدث هذه الانفراج هل هذا توافق على وجهة النظر هذه يعني لحتى يحصل عملية انخراط في المحاصل هلأ لانه نحن امام بداية عملية لها جولات اخرى اذا في عملية مقايضة بلاشت ولازم بعملية مقايضة يعني تطرح مشكلة ميزان قوة بين الطرفين الرهان على انه ايران تضعف بعد بعد ربيع الثورات العربية والازمة السورية وتصور هذا الرهان كان فاشل يعني القوى الغربية الكبرى اكتشفت انه رغم انه ايران ربما تكون واجهت بعض الخسائر انما استطاعت انه تحد من هالخسائر والرهان على سقوط النظام السوري يلي هو مسألة اساسية بميزان القوى حاليا الرهان هذا على بيان انه مش بمعل اذا ايران استطاعت لكن شو علاقة سوريا انت اتفقت مع الستاذ محسن على موضوع سوريا ومسائل هناك جولات متعبدة تمت فيها لانه النووي دايما نووي هو اسم مشفر لعملية صراع صراع بين ايران والغرب بعملية الصراع هذه مرأت بمراحل وكان فيه رهان انه من خلال العقوبات انه ايران تضعف فايران صمدت رغم انه العقوبات عام لأزى يعني طبعا الايران عندها مصلحة انه هلا بالعملية التفاوض يلي بلشت يصير فيه بشكل تدريجي وهذا العرض يلي مقدم يصير فيه بشكل تدريجي تخلي عن العقوبات مع فوائد تاني نقل تكنولوجيا وقال غيرها بمرحل اولى في في عملية اكتسامك يعني المحاولة لكسب الوقت بمرحلة تاني وهون يدخل السياسي في اعادة تطبيع للعلاقات ف وهذا يعني مربوط بميزان قوة ميزان القوة هو انه كان في رهان انه ايران تضعف تتقطع السلاطة بالمنطقة وهون اهمية السورية فهذا الرهان بيان انه مش محله لانه ايران رغم بعد دولة اقليمية قوية ويمكن تكون الدولة الاقليمية الاقوى حاليا بالمنطقة طيب تسمح لنستمع لرأي مخالف الان ربما يكون لسيد ديفيد بولوك معي الان من واشنطن قبل ان ننتقل الى طهران سيد ديفيد بولوك كيف ترى يعني بعد المؤتمر الصحفي مباشرة قال السيد سعيد جليلي رئيس مجلس الامن القومي الايراني ان الغرب ادرك ان سياسة العقوبات لا تؤثر على ايران لذلك قرر تغيير استراتيجيته تجاهنا هل تعتقد ان هناك تغيير فعلا في استراتيجية الغرب استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية تجاه تجاه طهران لا يسمع نعم ديفيد بولوك لا يسمع في هذه الاثناء استاذ صادق الحسين سيد صادق الحسين سيد جليلي قال بالنتيجة ان سيتم رفع العقوبات او تخفيف العقوبات عن ايران مقابل مرونة ابدتها ايران لم يقل صراحة اننا تخلينا عن نسبة التخصيب العشرين بالمئة ما هي المرونة التي يمكن ان تقدمها طهران مقابل تخفيف العقوبات عليها بسم الله الرحمن الرحيم اولا الصورة ليست كما ظهرت في الاعلام الصورة الحقيقية من ما حصل هناك في المآتي في كزاخستان ان هناك ثمة خطة اسرائيلية امريكية كانت تريد العودة بالمحادثات الى محطة بغداد بمعنى انه كانوا يريدون تعطيل منشأة فردو قرب قم ووقف التخصيب بالنسبة عشرين بالمئة ونقل كل الاحتياطي الاستراتيجي ليران من الوقود النووي المخصص بعشرين بالمئة الى الخارج ارادة واشنطن تعطلت من خلال رفض الامام السيد علي الخامنئي السماح باي مفاوضات مباشرة كانت تسعى اليها اشتن بين جليلي والمندوب الامريكي وبالتالي فردو قم انتصر على واشنطن بعد ان تعطلت ارادتها في هذه الاثناء سعيد جليلي وجه لكمة قوية جدا الى نتنياهو من خلال فرض مباحثات على طريقة او حسب المقترحات الايرانية الخمسة التي قدمت في موسكو وبالتالي لم يطرح مطلقا مجموعة الخمسة زائد واحد لم تستطع اجمالا ان تطرح ان تعود الى محطة بغداد وطرحت مناقشة البرنامج الايراني الخمسة نقاط وقررت ان تناقشه مع الايرانيين جماعيا وليس بالمفرد وهذا جعل من المحادثات بداية لتغيير ادبيات الجانب الاوروبي تجاه ايران هذا هو الاختراق الاهم يعني طلبوا من الايرانيين ان يرفعوا دعسة البنزين على ما يجري في فردو وما يجري في فردو هو امر مهم جدا واساسي جدا اي ان ايران تخصب بنسبة العشرين بالمئة بدرجة متسارعة حوالي 280 كيلو في الشهر من خلال الجيل الرابع لاجهزة الطرد المركزي وهذا غير المعادلة ورضوخ الغرب لهذه المعادلة وعدم طرحه اغلاق من فردو او التخصيب وخاصة حق التخصيب لانه في فرق بين حق التخصيب وبين ان توقف التخصيب بنسبة 20% في اطار برنامج النقاط الخمسة الايرانية التي تسميها الخطوات المكواردية والمتدرجة والتعاون وإلى آخرين حصيلة مباحثات كزاخستان المآتة كانت الاعتراف بحق التخصيب يعني موضوع ايقاف التخصيب اصبح وراء ظهورنا الآن المسألة الثانية كما تقول حضرتك تم التراجع عن اغلاق منشأة فردو قربكم والذي سوف تقدمه طهران هو تخفيف التخصيب يعني تخفيف نسبة التخصيب فقط مقابل رفع جزئي للعقوبات تماما هذه الحصيلة الاولية مما حصلت في كزاخستان ويسيتم مناقشة في استنبول بين الخبراء الفنيين حتى تكون آلية لما حصل طيب تسمحنا نأخذ رأيي السيد ديفيد بولوك الآن أصبح جاهز معي من واشنطن سيد ديفيد بولوك سيد سعيد جليلي وأيضا ضيفي من طهران تحدثا أن الغرب أدرك أن سياسة العقوبات لا تؤثر في موقف طهران لذلك قرر الغرب تغيير استراتيجيته تجاه إيران هل ترى من وجهة نظرك أن الغرب فعلا من خلال المباحثات قد غير استراتيجيته أو تجاه طهران لا بالعقس أنا أعتقد أنه هناك احتمال نهائيا أن طهران هي التي سوف تتغير موقفها وحسب العقوبات التي أثرت إلى الانهيار أو التدهور الاقتصادي داخل إيران ولذلك أنا أعتقد أن هناك إذا أرادت إيران التنمية الاقتصادية والاستقلال الحقيقي ومصالح الشعب الإيراني إذا أراد النظام في تهران هذه الأهداف هناك احتمال لحل وسط بين الموقف الإيراني من ناحية والموقف الغربي والمجتمع الدولي والمجلس الأمن في الأمم المتحدة من ناحية أخرى سيد بولوك تصريح رئيس مجلس الأمن القوم الإيراني سعيد جليلي الذي قال أن الغرب بات أكثر واقعية في التعاطي مع إيران هذا أعطى انطباعا للمراقبين بأن طرفا ما وهو الغرب بشكل أساسي هو من قدم تنازلا للطرف الإيراني هذا بالنسبة لك غير واقعي يعني غير صحيح يعني الإيرانيين أوحوا بأن الغرب قدموا تنازلات ولكن هذا لم يكن صحيحا في الواقع بالزبط وأنا أعتقد أنه الصفين الاثنين بالصراحة بكل الإحترام وبكل الصراحة الصفين الاثنين يقيمان بالدعاية أو نعو من العبا الدبلوماسية والعلنية والصحفية ولذلك التصريحات من طهران أو من واشنغتون يعني هناك نعو من النفاق في الصفين الاثنين والحقيقة أنا أعتقد الحقيقة أنه هناك المعنى حل وسط المعنى تنازلات من الصفين الاثنين وليس من صف واحد هذا طبيعي وهذا كالمعتاد في العلاقات الدولية وفي المفاردات الدولية في كل المواد وفي كل مكان طيب تسمح لذلك ليس هناك مسألة التنازلات من صف واحد تسمح أنتقل مباشرة إلى طهران قبل أن نعود إلى ضيوفي أستاذ الحسيني يعني هناك حل وسط وحل الوسط يستلزم تنازل الطرفين والصيغة المطروحة تعني أن الطرفين قد تنازل 20% سينزل نسبة التخصيب الإيرانية ستوقف إيران هذه النسبة مقابل أن يكون هناك رفع جزء وليس كل العقوبات إذن الطرفين تنازل حسب رأي الأستاذ ديفيد بولوك وليس كما وصفت قبل قليل بأن هناك طرفا قد انحنى أو طرفا قد تنازل أمام الآخر وأوحى ذلك جليلي أيضا سيد سعيد جليلي لا يعني هو الزميل من واشنطن يتحدث عن موقف رغائبي هذه رغبته رغبته ليس لها علاقة بالواقع بالواقع جليلي أبلغ الخمسة زائد واحد جميعا مجتمعين أن حق التخصيب يعني تخصيب اليورانيوم بالنسبة 20% لصناعة الوقود النووي إلى 16 محطة هي ضمن الخطة بعيدة الأمن وتحديدا إلى أيضا المحطة القريبة من طهران لمعالجة المرضى لأغراض الطبية المباشرة وهذا سيستمر في حالة واحدة فقط يتوقف التخصيب وليس حق التخصيب عندما ترفع العقوبات نهائيا من مجلس الأمن الدولي وليست فقط الأحادية ما تحدث عنه عن البرنامج الخنقات الخمسة هو رفع الأحادية مقابل أن نخفف التخصيب وليس وقف التخصيب وقف التخصيب أيضا ليس حق التخصيب هذا حصل وتم إبلاغ الدول الأخرى إذا ديفيد بلوك لا يعتقد بهذا أو هو معترض أو زعلان أو يعتبر نفسه خسران نتنياهو هذا من حقه نحن أبلغنا الدول الخمسة زائد واحد وهي استمعت إلى ذلك وأقرت وأذعنت والدليل على ذلك أنه اتفقوا على مناقشة هذه الآلية في إسطنبول بعد نحو شهر قبل الجولة المقبلة في كزاخستان أيضا طيب تسمح أن أستاذ حسيني أستاذ محسن صالح حتى نخرج من مسألة من تنازل لمن إيران أم الغرب تنازل للطرف الآخر ونتقل لنقطة أخرى متعلقة بماذا بعد يعني ماذا بعد كزاخستان في أذار سيكون هناك لقاء على مستوى الخبراء في نيسان سيكون هناك أيضا لقاء جديد بتقديرك ما السقف الذي يمكن أن يذهب به المتفائلون في الاتفاق الذي يمكن أن يوقع بين أو يتم بين الطرفين إلى أي سقف يمكن أن تتراجع إيران وإلى أي سقف ممكن أن يتراجع الغرب أيضا يعني أنا في البداية تحدثت عن الجانب السياسي ولكن من ناحية التقنية يعني منذ أن دعا بايدن إلى حوارات مباشرة ومنذ أن كان مؤتمر طهران ودعا إيران إلى تسليم كمية من مواد التخصيب من أجل أن تذهب إلى بلد ثالث وبالتالي يعاد بعشرين بالمئة من أجل المعمل الطبي وبالتالي وافقت هذه الدول منها تركيا منها البرازيل وبعض دول عدم الإنحياز ولكن الغرب لم يوافق والولايات المتحدة الأمريكية ها هو يوافق الآن على أن تخصب الجمهورية الإسلامية لأكثر من خمسة بالمئة وبالتالي يوافق على استبدال هذه الكمية خاصة 167 كيلوغرام من أجل الأغراض الطبية لكنه بالمقابل لم يوافق على رفع كله للعقوبات يعني قال تخفيض نصبة التخصيب لكن ليس رفعا كليا عندما سيرفع كليا سيقول أوقف التخصيب بغض النظر مسألة التخصيب هذه مسألة محلية إيران دائما تريد أن تبقي على فوردو من أجل أن تخصب لغراض 20% إذا أعطاها الغرب 20% من أجل الأغراض الطبية وهذا يبرهن على صدق نيتها أن هذا التخصيب من أجل الأغراض السلمية وبالتالي الغرب عليه أن يسلم بهذا الأمر وهو لم يكن لديه يوما برهانا على أن إيران تتواجه نحو مسائل عسكرية نووية وبالتالي لم يستطع أن يقدم أي دليل على ذلك المسألة السياسية هي التي تقف حاجزا وربما ما يتحدث عنه بولوك من نفاق هو هذا النفاق الغربي تجاه قضايا المنطقة ما يتعلق منها بسوريا ما يتعلق تحديدا بالقضية الفلسطينية وبالتالي عدم الاتفاق على هذا الأمر فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين وعودتهم إلى ديارهم والدولة الفلسطينية وبالتالي فيما يتعلق بشيء أساسي أن الغرب للآن والولايات المتحدة الأمريكية للآن لا تزال تتحدث عن تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية لا تزال تتحدث عن حصار لا تزال تحدث عن مقاطع على الرغم من أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية والعالم يفهم أن الجمهورية الإسلامية حق كونها عضو في وكالة الطاقة الظرية حق في التخصيب من أجل أغراض سلمية وبالتالي هم يريدون الآن أن يتنازلوا نتيجة هذا الضعف الذي حصل في مسائل في العراق في هذه المنطقة في القضية الفلسطينية الآن بعض الكونغرس في الغرب يعني أنت عددت السيد محسن ولو طولنا شوي على السيد ميشيل عددت الخسارات الأمريكية في أكثر من مكان لكن أين خسارة أمريكية في القضية الفلسطينية في القضية الفلسطينية الآن هنا تحدي بين أوباما وبين نتنياهو حول مسألة المستوطنات حول مسألة الدولة الفلسطينية نتنياهو ليس فقط عارض أوباما في هذا المجال ولكن صفعه في الدورة الأولى وحاول أن يأتي برومني وبالتالي تحداه لأوباما هناك علاقة شخصية متوترة ما بين هذه الإدارة وما بين نتوها وهذا يعتبر خسارة أمريكية في فلسطين طبعا بالنسبة للخضية فلسطينية يعني هون مسألة تبني الكيان الصهيوني الغاصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يضرب كل محاولات الكونغرس والإدارة الأمريكية من تبني الأمن للكيان الصهيوني الغاصل معنى ذلك أنه هناك مشكلة في العلاقة السياسية أو العقل السياسي الأمريكي مع المنطقة من إيران إلى روسيا إلى الصين إلى القضية الفلسطينية ومن هنا أستاذ ميشيل هل يمكن أن يعقد الغرب الولايات المتحدة وأيضا مجموعة الخمسة زائد واحد اتفاقا جزئيا حول البرنامج النووي فقط أم أن أي اتفاق بين إيران والغرب سيكون اتفاقا شاملا على كل ملفات المنطقة من الشرق الأوسط القضية الفلسطينية كما تحدث إلى الخليج إلى غيرها من القضايا المعلقة بين الطرفين فيه يعني النقطة الأساسية اللي يجب أن نركز عليها أنه نحن ببداية عملية ببداية عملية محكومة بأجواء إيجابية لأن الطرفين عندهم مصلحة بالتوصل إلى تفاهمة بهذه العملية هلأ إيران ستسعى يعني مع الوقت مع تقدم هذه العملية من بعد نجاحها بربط الملف النووي بالملفات الإقليمية الأخرى ستسعى لأن تحصل على اعتراف ولهذا السبب دائما أنا بقول أنه النووي هو الاسم المشفر لعملية أوسعة بكتير إيران تريد أن تحصل على اعتراف وطبعا هذا ممكن تتوصل له لأنه هي مسألة صراع بالمنطقة أنه هي شريك وشريك وطرف أساسي بكل ما يتعلق بالسلام والحرب بالمنطقة يعني سواء بالخليج اللي هو البؤرة أساسية أو بصراع العربي الإسرائيلي هلأ انطلاقا من هون يعني بتصور أنا أنه لما بنحكي عن أوباما حتى نرجع لنقطة أثار الزميل أنا قراءتي لزيارة أوباما لإسرائيل أنه جاي ثلاثة اربعة زيارة طبعه يعني الجزء الأساسي منه هو الملف النووي يعني هو إيران جاي مشان يلجم أي محاولة من جانب الإسرائيليين للتصرف لحالهم بضربة أو الإعداد لضربة أخرى لأنه هذا صار ممنوع ممنوع لأنه الغرب لا يمكن أن يتحمل ضربة من هالنوع تزيد مشاكله الغرب عنده أزمات كتير كبيرة عدا عن أنه التفكك الحاصل بالمنطقة تفكك الحاصل بالنظام الإقليمي العربي يدفع الغرب حكما إلى التفاهم مع إيران لأنه عنده توازنات عنده مصالح بد يحافظ عليها بالنظام نفس الوقت إيران رغم أنه صمدت رغم التطويق والحصار إنما الإجراءات التي تنص عليها العقوبات خاصة فيما يتعلق بالبنك المركزي وخاصة فيما يتعلق بالنفط هذه الإجراءات يجب أن تزال لأنه مؤذي وإيران ستسعى إلى إزالتها من خلال هذه العملية تسمحني أن ننتقل إلى واشنطن سيد بولوك استمعت إلى ضيوفي الولايات المتحدة الأمريكية تخسر في ملفات عديدة الغرب لديه مشكلات ولذلك كان لابد من تسوية مع إيران هذا من ناحية من ناحية ثانية كانت هناك دعوة من وزير الخارجي الأمريكي جون كيري لحوار ثنائي اليوم في تصريح له دعا إيران إلى تسوية ثنائية أو إلى حوار ثنائي هذه ليست الدعوة الأولى لحوار ثنائي مع إيران ما الذي يستدعي واشنطن لأن تقول لإيران تعالوا نجلس على طاولة واحدة الآن في هذه الظروف مع وجود نوع من التقدم في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني وهل تتفق مع ضيوفي أن الولايات المتحدة في مأزق ولذلك تريد تسوية مع إيران في المنطقة لا بالعكس هذا نوع من النقطة ولكن نقطة حزينة أنا أعتقد بكل الاحترام وبكل الصراحة أن الحقيقة إيران هي التي في المأزق اقتصادي واجتماعي والسياسي ولذلك أنا أعتقد أنه أولا كل الكلام عن النزاع العربي الإسرائيلي أو القضية الفلسطينية هذا عذر والتشويش لتموح إيران في المنطقة الحقيقية التموح الحقيقية في الخليج مثلا الاحتلال على بعض أراضي الإمارات العربية المتحدة من ناحية والتحديدات على سيادة العرب في جزيرة العرب والتدخل في شؤون العرب الداخلية في كل مكان والمساعدة العسكرية والمالية للنظام الدموي في دمشق والتدخل في شؤون لبنان وكذا وكذا هذا هو الموقف الإيراني الحقيقي وليس هناك أي ارتباط مع القضية الفلسطينية الحقيقة كما يدركون العرب كلهم وكما يدركون المسلمون كلهم الحقيقة أن إيران لم تحررت ولن تتحرر أي شبر من أراضي فلسطين أبدا وهناك التموح الحقيقية الإيرانية مضادة للعرب ولمصالح العرب ولسيادة العرب وهذا النزاع الحقيقي في المنطقة النزاع بين إيران والعرب وليس بين إيران والولايات المتحدة والولايات المتحدة تحمي العرب من إيران هكذا المعادلة بالزبط هكذا المعادلة بالزبط سيد محسن يريد أن يعادل وإسأل الشعوب العربية في سوريا مثلا الشعب السوري الذي يعاني المذابك والمجازر إسألهم مين هو الذي يهدد عليهم ومين هو الذي يعانيهم والتسوية الأمريكية الإيرانية سيد بولوك إيران وحزب الله وهذه الحقيقة في المنطقة سيد بولوك والولايات المتحدة تريد تسوية الآن مع إيران على حماية هذه المصالح يعني تريد أن تحمي العرب من إيران ولذلك تريد التصال بإيران وإجراء مفاوضات معها بالزبط بالزبط وتحمي المنطقة كلها وتحمي البرنامج الدولي مضادة لانتشار الأسلحة النووية في العالم كله وهذا الإجماع الدولي في الأمم المتحدة في الأمم المتحدة يختوي على الصين والروسيا نريد الاستفادة من وجودها كثيرا لأنك ستهادرنا بعد قليل سيد بولوك في حال فشل المفاوضات الحالية بين إيران والغرب قال جون كيري بأن النتائج ستكون مروعة ما هي النتائج المروعة يعني ماذا يمكن أن تكون ردة فعل واشنطن في حال قالت إيران في آخر لحظة لا نريد صعب صعب جدا وسؤال جيد جدا وأنا أعتقد أنه أولا كما أنا ما قلت من قبل النزاع ليس بين واشنطن وإيران النزاع بين إيران والمجتمع الدولي يحتوي على العرب وعلى الأمم المتحدة حسب قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة ولذلك أنا أعتقد أنه النتيجة واضحة إذا فشلت هذه المفاوضات النتيجة الأولى أنه سوف تزداد العقوبات الاقتصادية ضد إيران وسوف تزداد الضغط الدولي المعنوي والسياسي ضد إيران طيب سيد بولوك اليوم من يومين سيد ديفيد بولوك من يومين رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد علي لارجاني قال أن الذين يقاطعون إيران علانية يرسلون لها رسائل خفية أنهم يريدون الحفاظ على مصالحهم هل تعتقد بأن هذا الكلام الذي قاله السيد لارجاني بأن بعض الدول الغربية ترسل رسائل من تحت الطاولة لإيران أننا متضررين من العقوبات عليكم ونريد أن نحافظ على مصالحنا هل هذا نوع ترى أن هناك نوع من عدم الانسجام بين هذه الدول أو أن الجبهة المقابلة لإيران بدأت تتصدع أو ما نراه الحاليا من تصريحات لمسؤولين غربيين لا يعكس الواقع ولذلك إيران قد استطاعت الاستمرار في ظل حزم متعددة من العقوبات كمان سؤال جيد والجواب كمان بسيط وقصير أنا أعتقد أن هذا الكلام من قبل السيد لارجاني نعم من التفاخر التقليدي الإيراني والحقيقة أن المقارنة بين إيران من ناحية والعالم كله من ناحية أخرى أنا أعتقد لخسر إيران وليس لخسر العالم كله والحقيقة أن الاقتصاد الإيراني تعاني من الأقوبات الاقتصادية ودول الأخرى في العالم يعني هناك تنمية وهناك واضح اقتصادي جيد في الغرب بشكل عام والعالم كله مصر على استمرار الأقوبات الاقتصادية أنا سأشكرك جزيلا شكرا 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 لك أن ينهي عشر سنوات من الحروب كانت بإيام بوش وهو يتحدث بالعقل القديم العقل الأمريكي القديم عقل بوش عقل المحافظين الجدد عقل بيريزو عقل نتنياهو الذين يريدون أن يقتلوا الفلسطينيين دون أن يقف أحد من العرب ومن المسلمين ضد هذا الاستهتار الصهيوني بالوجود العربي إيران مع الشعب العربي ومع القضايا العربية من الثورات إلى القضية الفلسطينية على العكس من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي التي صرفت مئات المليارات لكن الصورة سيد محسن لا أريد المصادقة على كلام سيد بولك ولكن الصورة الآن في العالم العربي افتح وسائل الإعلام العربية افتح الصحافة العربية افتح اسمع للمسؤولين العرب في الخليج ماذا يقولون واضح أن هناك أصبح نوع من الخطاب الذي يقدم إيران كدولة معادلة مين عم تسمع أنت هاي المليارات بوسائل الإعلام إن كانت الجزيرة أو العربي أو كذا هل تمثل الشارع العربي والرأي العام العربي هذا الرأي العام العربي يعمل استفتاء بمصر بعد الشعب المصري بالنسبة للمقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي إيران ضد الوجود الأمريكي والصهيوني الذي سينال حكما الصوت الأعلى في الجماهير العربية يعني هون ما بنحاول غالط حالنا نتيجة بعض وسائل الإعلام والأموال والتصريحات الرسمية والتصريحات الرسمية من سعود الفيصل إلى غيره حول الملف النووي الإيراني هذه لا تعبر حقيقة المشاعر العربية إن كان في لبنان أو في فلسطين أو في سوريا يا عزيزي نحن هناك أموال تبث إذا دفعوا بلبنان 500 مليون دولار من أجل تشويه صورة المقاومة في لبنان فكم سيدفعوا من أجل تشويه صورة الجمهورية الإسلامية في العالم العربي يعني نحن ما لازم هذا الكلام اللي بيحكيه بولوك أو بعض الإعلاميين العرب ليس هو مصدر حقيقة على الإطلاق هو مصدر نفاع سنعود البرنامج النووي الإيراني وما حصل هذا اليوم وأيضا التسوي لكن اسمحوا لي ضيوف الكرام أن أتوقف مع فاصل قصير ثم نكمل الحوار فاصل ونعود تحية من جديد مشاهدين في حوار الساعة نناقش فيها البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الأخيرة بين إيران ومجموعة الخمسة وواحد التي جرت أو انتهت اليوم في كازاخستان سيد صادق الحسيني أريد أن يعني بالعودة إلى موضوع الملف والبرنامج النووي الإيراني سأستمع طبعا تريد أن تعقب على ما قاله بولوك بطبيعة الحال وبعد ذلك مباشرة سأسألك بعض الأسئلة السريعة حول البرنامج النووي الإيراني كي نوضح الصورة بشكل أعمق تفضل سيد صادق الحسيني يعني بداية كنت أتمنى أن يبقى حتى يسمع ما في مخيلته غير ما هو في الواقع أنا لتوي قادم من منطقة الخليج الفارسي واستمعت مباشرة إلى عرض قطري لتشكيل منظمة مشتركة للدول المطلة على الخليج الفارسي تشمل دول مجلس تعاني الخليجي وإيران من رئيس وزراء قطر بالرغم من أنه محارب من الدرجة الأولى للشعب السوري ومساهم في سفك الدماء السورية اثنين تركي الفيصل رئيس المخابرات السابق وهو رجل لايزال فاعل في الإدارة السعودية عرض أن تنضم مجموعة الدول مجلس التعاون الخليجي إلى محادثات الخمسة زائد واحد مع إيران وهذا دليل على أنهم بدأوا يشعرون أن الأمريكي يتقدم باتجاه طهران متوسلا الحوار في رسائل عديدة مكتوبة ثلاثة لجنة مشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران صفرت المشاكل بشكل نهائي عدا الموضوع المتعلق بالجزر المتنازع عليها بين البلدين والتي تقول أنها إيرانية مئة بالمئة والإماراتين يقولون شيء آخر في ظل هذه الأجواء بالإضافة إلى الكويت التي هي في علاقات صداقة ممتازة وكذلك السلطنة عمان وبالتالي ما هو في مخيلة بلوك هو نوع من الصفصة والنقاش والتحريض على الفتنة في المنطقة سواء بين الشيعة والسنة والعرب والعجم وإلى مآخري هذا ليس موجود في طاولة المباحثات بيننا وبين الغرب يعني الخجز زائد واحد توسل إلينا حتى نناقش المسألة السورية بين المفاوض الأمريكي والمفاوض الإيراني فقال له سعيد جديد هذا موضوع يخص السوريين ناقص السوريين تخصيب اليورانيوم البعض يقول اليوم بأنه لم يعد مطلبا بالنسبة للغرب وأصبحت إيران نووية أمر واقع والبعض الآخر يقول بأن الآن في هذه المرحلة ليس مطلب ولكن في النهاية سيكون مطلبا للغرب بالنسبة للتخصيب كيف سيكون الوضع شوف عزيزي نعم هذا سؤال مهم جدا كل الموضوع النووي أصلا هو كذبة كذبة أمريكية لأهداف أخرى سياسية كما تحدث زميليكا في بيروت لا الأمريكي ولا الغربي كل الرسل الذين يأتون إلينا عربا وعجم أوروبيين غربيين أمريكان رسائل من أوباما تقول خذوا حتى قنبلة نووية أخرجوا فلسطين من السياسة الخارجية هذه النقطة مركزية يجب أن يفهمها العالم العربي والإسلامي وحتى الرأي العام الدولي يعرفها طبعا أكثر للأسف من أخواننا وجيراننا العرب في الرأي العام العربي هذه نقطة سيد المحسين النقطة الأخرى النقطة الأخرى أن حق التخصيب النقطة الثانية حق التخصيب بنسبة 20% بل إلى 90% ما دام هو تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الدرية فهو حق مدفول شرعا عرفا كل عضو منتمي إلى الوكالة الدولية للطاقة الدرية بمعنى أننا قد نضطر إلى التخصيب بنسبة 40% إلى 50% بتسيير السفن العابرة للقارات التي تذهب إلى المحيط الهدي والأطلسي استفسار ثاني متعلق بأجهزة الطرد المركزي بعد الآن لن يكون هناك إعلان في إيران عن أجهزة الطرد المركزي جديدة وفق الاتفاق الجديد أي اتفاق بناء الثقة وحسن النواية أبدا أبدا نحن ماضين في صناعة أجهزة الطرد المركزية جيل رق خامس وسادس وسابع أصلا الجيل الرابع الآن الذي يستخدم هو أقوى من الجيل الثامن في الولايات المتحدة الأمريكية هذا حق مشروع كل النشاط النووي كل الدورة النووية حق مشروع وكاميرات الوكالات الدولية للطاقة الدرية تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة سبعة آلاف وخمسمائة زيارة للمراقبين الدوليين لم يكتشفوا ورقة واحدة تفيد أننا خارج هذا فلماذا نقف سيد حسيني تسمح لي أن ننتقل أستاذ ميشيل كل ما هناك تقارير استخبارية غربية أمريكية إسرائيلية هذه لا تعني شيئا ولا تلزم أحدا في القواعد الدولية سيد ميشيل في حال تفاهم كيف سينعكس ذلك على مشكلات المنطقة وفي حال اختلاف أيضا يعني في حال في نقطة معينة لم يتم هذا التوافق كيف ينعكس ذلك على مشكلات المنطقة أيضا لا شك أنه تفاهم طريق طويل يعني هذا وديكون في ساعة للوصول لألو هلأ نحن ببداية هذه المرحلة إنما واضح علاءة هذا اللي عم يحصل حاليا يعني اللي سميناه عملية الانخراط بين الغرب وإيران علاءته بالوضع الإقليمي الوضع الإقليمي أزم ناخد موازين القوى فيه ويعني أزمة الشرعية في الأنظمة العربية حاليا في قوتين بالمنطقة قوتين إقليمتين مستقرتين يعني أثبتوا أنه قادرين فعلا يعملوا فارق ببداية شرق أوصر لا أهله هالقوتين هنه إيران وتركيا إيران هي القوة الكبرى يلي استطاعت تربط كل الملفات ببعضها وبالتالي استطاعت أنه بقصد بالملفات ملفات الإقليمية وربطها بالصراع العربي الإسرائيلي وبالتالي استطاعت أنه تكون يعني تتحكم تتحكم بأجندة حتى نطبق هذا الكلام الآن دعني أفترض أنه حصل اتفاق بين إيران والغرب مجموعة الخمسة زائد واحد على البرنامج النووي الإيراني ومضت الأمور بشكل سلس وبدأ الأمور تحل إذا ما أردنا أن نطبق ذلك على فلسطين على سبيل المثال قطاع غزة الوضع الفلسطيني ما الذي سوف يحدث؟ لا يعني أنا بشوف المسألة أولا هذه العملية ما نتصور أنه بكرة بتحقق نتائج دراماتية يعني عملية الانخراط طويلة فيها بناء ثقة فيها صراعات فيها انتكاسات إنما نحن ببداية طريق ببداية مصار يعترف بإيران باعتبارها قوة إقليمية أساسية تؤثر على الأمن يعني دورة أساسة بالأمن والاستقرار بالمنطقة يعني مشان هيك مشان هيك بلشت هذه العملية وقال له أنه يعني مش كرمال سودعيون يعني لازم نشوفه مصالح هلأ بالنسبة لإيران إيران عندها مصلحة أنه تصير هي يعني طرف أساسي يعني تصير معترف بمكانتها الإقليمية والدولية واحد اثنين في جزء من العقوبات رغم صمود إيران في جزء من العقوبات مؤذي وعندها مصلحة إيران نسأل أستاذ محسن حول ما الذي يطلب من إيران طيب إذا ما يعني ربط السياسي بالنووي إذا ما أردنا أن نتحدث أن التسوية ستكون شاملة بين إيران والغرب ما الذي سيطلب من إيران غربيا في منطقتنا في هذه المنطقة وبالمقابل ما الذي سوف يقدم لإيران في هذه المنطقة سيكون مفاوضات مبنية على المقاعدة أول شيء خلينا نقول أن الظروف السياسية الدولية والإقليمية تغيرت وبالتالي وجود روسيا كشريك إلى حد بعيد وخاصة الصين وروسيا كشريك للغرب والولايات المتحدة الأمريكية في السياسات الإقليمية أعاد نوع من التوازن للقوى الدولية والقوى المحلية والإقليمية وبعد أن المسار بالنسبة للمفاوضات مع إيران هو مصار طويل أهم شغلي أنه بداياته أن تبرهن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عن نوايا سلمي تجاه إيران وحقها في تقصيب الليران وإذا أطعنا هذا بتصير في إمكانية لطبعيذ أو المسائل تأخذ ملف ملف يعني الملف العراقي الملف الأفغانستاني نأتي ملف الخليجي طبعا والوجود الأمريكي في الخليج طبعا نأتي إلى الملف الفلسطيني والذي سيكون هو من أعقد الملفات الموجودة وبالتالي هذه تحتاج إلى تضافر جهود دولية أنا لفتني تصريح للافروف حول مسألة حل القضية الفلسطينية وبالتالي مسألة الاستيطان في موقف الآن بأوروبا من البرلمانات الأوروبية مقاطعة إسرائيل أو أي تعاملات مالية هي تساهم بعملية الاستيطان في هناك موقف حتى بالكونغرس الأمريكي أو بعض الشخصيات بالكونغرس الأمريكي حول مسألة الاستيطان وأنا باعتقادي أن أوباما آت إلى الكيان الصهيون الغاصب من أجل أن يشكل حكومة إسرائيلية قد تبدأ مفاوضات جديدة وضغطا على نتنياهو وليس كما يظن هذا بولوك من الولايات المتحدة الأمريكية اللي مثل ما إلنا عقله أديم جدا وخشه به وبالتالي في هناك مسارات جديدة الآن الجمهورية الإسلامية هذا أهم شيء بمسألة الاعتراف بتقصيب الليرانيوم للنسب التي تريد هو اعتراف بدور الجمهورية الإسلامية بالأضايا الإقليمية والأضايا الدولية يعني هون عودي إلى الطاولة الحقيقية التي أردتها الجمهورية الإسلامية منذ زمن يعني من عشر سنوات كانت هذه المفاوضات سمحني أنتقل إلى طهران تعقيب تسوي الشاملي أنا ما كتير وافق عليها لأنه أولا هاي دي بصها بعيدة اثنين مين بدي يعمل تسوي الشاملي أمريكان بدي يعمل تسوي الشاملي الأمريكان من صحبين من المنطقة كل أزمات المنطقة بتبين أنه ما عندهم بقى نفس قيادي ما عندهم زخم قيادي والتجربة المصرية أكبر مثال على ذلك بعدين إذا نرى أولوياتهم استراتيجية ومصارية داخلية خطاب أوباما الأخير كان حال الاتحاد الصين الصين ما عندهم منطقة أولوية لأنهم نعم طب تسمح لي أستاذ محمد صادق الحسيني في انتقالة أخيرة مؤلف كتاب إيران تركيا ومستقبل أمريكا الذي صدر هذا العام قال بأنه كان هناك فرصة تاريخية إيران مدت يدها للولايات المتحدة الأمريكية عندما غزت أفغانستان للمساعدة أو لفتح صفحة جديدة كما يقول الكاتب ورد بوش وقتها أننا لا نريد هل إيران اليوم تعيد الكرة يعني بالعكس الآن الولايات المتحدة تقول لإيران تعالوا نتفاهم وإيران ستقول أو قالت لا وقال هذا السيد القائد علي خامناء يعني هذه المقاربة إلى حد ما صحيحة ولكن فيها جزئية هو نحن لم نقول لا بل أن السلوك الأمريكي لم يتغير شوف في أكثر من 21 مركز دراسات أمريكية من بينه اللي يرأسه تشاك كيكل اللي يعين لوزير الحرب الأمريكي يقولون كلهم يجمعون كما تفضل الزميل من بيروت أن زميل مشيل نوفل أن هذه المنطقة يجب نحن تعرضنا لخديعة من الصين من روسيا من الهند ومن شرق آسيا المعركة الحقيقية هناك أغرقونا هنا في هذا الفخ ضيعنا مليارات الدولارات معارك ساخنة طاحنة الآن نريد صفر قتيل صفر جريح خلي العرب والعرب يتقاتلون المسلمون يتقاتلون إيران اسمح لي يا أخي إيران اليوم طيب اليوم إيران لا ترفض المفاوضات بل ترفض مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية ما بيصير واحد يفاوضك وحاط السكين على رقبتك اليوم في منذوق ديمقراطي وجمهوري يريد تجديد العقوبات على إيران إذن هم كذبون يخدعون رأي العام الأمريكي والدولي شكرا جزيلا لك المحلل السياسي محمد صادق الحسيني من طهران وسيحسرون في المرة الثانية محسن صالح الباحث الشؤون الأقليمية وكل الشكر أيضا لأستاذ ميشيل نوفل المحلل السياسي مشاهدين حوار الساعة انتهى إلى اللقاء